عزيزي الطلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا اللقاء الثالث في سلسلة محاضرات SQL Oracle في هذا اللقاء بإذن الله سنتعلم كيفية ترتيب النتائج التي تعيدها جملة Select في المحاضرات الماضية تكلمنا عن جملة Select فمثلا Select lost name والسلري from employees where على سبيل المثال السلري أكبر من 4000 هذه الجملة كانت تنفيذها مرة واحدة تطلع النتائج بغض النظر عن الترتيب لكن إذا ردنا نعمل عمية ترتيب إلها فممكن نعمل order by وأختار اسم العمود اللي عايزة رتب من خلاله وليكن مثلا السلل كمام وليكن السلل الآن الترتيب هل عايز صاعد أو تنازلي لو كنت عايزه تصاعدي فالتصاعدي هو برعا Ask بطريقة هذه ولو عايزه تنازلي فهو بطريقة هذه تمام الافتراضي لو تركته بطريقة هذه هو حال تبلي يا Ask لحاله تمام حتى لو مكتبته اولا لو احتاجت انه تكون تنازلي من الكبيرة الصغير فلازم اكتب كلمة ديسك زي ما انت شايف تعالي ننفذ لو بتشوف انت المسألة صارت ديسك تنازلي ستلاف بعد كده خمستلاف وتمانمية أربعة تلاف وتمانمية لغاية وأربعة تلاف ومية لو انا عايزه بالشكل التاني يكون بالشكل التصاعدي تمام فبنكون بطريقة هذه تمام لو مكتبش ديسك خالص وعمل هيك اصبح اكثر اكبر شيء هو اخر شيء واول شيء هو اصغر شيء وهذا لانه تصاعد من الصغير تمام من عملية الصغير اربعة تلاف ومية اللي هي انتهت هنا لغاية اربعة عشرين هاد عملية الوردر او ان انا عايز اكبر طبعا تاخد بالك من النقطة انه احنا هنا واحنا من نتبال الجمل في عندك انت سيلكت في الاول عندك الفروم بعد كده عندك الوير بعدين عندك الوردر بنفعش الوردر تسبق الوير ونفعش الوير تسبق الفروم وما شابه من ضمن الجمل برضو اللي احنا ممكن نتعامل معاها ان انا ممكن اخلي عملية الترتيب بتكون order by واعمل انا عسبية مثال اقول له اند السلري هاد ايش بتعمل اند اند بتخلي اللي يدخل هو المستخدم الترتيب بوسطة مين هل عايز بوسط العمود سلري او اللي عايز بوسط العمود last name تمام الطريقة هادي هو رتب باستخدام مين last name زالتوك يادا اخر واحد حرف z اول واحد في النتائج هو مين هتلاقي حرف A او B تمام حسب ما احنا نتائج موجودة A اذا انا رتبت هنا تمام من A ترتبت تصاعدي تمام من A لا غاية زد لان انا تقول له رتب باستخدام last name اذا انا الجملة هادي عبارة عن ايش الاند اللي توجد قبل العبارة معنى كلامنا بس عايز استقبل قيمة هذا المتغير قيمة هذا المكان من خلال المستخدم فلما اقول له and var and sell اي شيء اي متغير جانبه هيفهم ان هذه القيمة لازم يدخلها مين المستخدم وطالما انه order by لازم يجي مكانه هنا column فبالتالي لازم المستخدم يدخل كولم من عنده والكولم هذا يكون احد الكولمز الموجودة فعلا في الجدول مش كولمز ثاني هذه نقطة النقطة الثانية انا الان اوجدت انفذ كمان مرة تمام الجملة هادي لو حبيت انفذها كمان مرة حيطلب مني ادخل كمان مرة تمام زي ما شايف فيك لو اجينا ننفذ كده هيطلب مني كمان مرة انفذ السلة لاحظ معايا اليدخل السلة او ادخل قيمة المتغير اللي هنا مش شرط تكون سلة طبعا تمام ممكن اقوله والله انا عايز ايه ترتب لي باستخدام السلري نفسه تمام في حالة ترتيب تصاعد الامين للسلري لكن لو عايز انا نقطة اللي انا ابحث عنها وليكن على سبيل المثال هاي السلكت عايز مش كل مرة يطلب مني عايز انا بس مرة واحدة في الحالة هذه order by and 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 بطلب منك مرة واحدة بس تمام بطلب منك مرة واحدة فقط وبعد كده بس يعتمد النتيجة الاولى للمرات الاخرى هنا هقول له مثلا السلري تمام هينفذ لو ليت انا اطلب منه كمان مرة الجملة مايش معايا انا حبت اطلب منه كمان مرة انفذ يعني اعمالت هيك مثلا تنفيذ كمان مرة تمام ما طلبش مني اعمالت تنفيذ كمان مرة لا الجملة var وهي قلت له نفذ مش هيتطلب مني لانه هو خلاص الاند اند معناها خدها مرة واحدة اي اخدها مرة واحدة فقط تمام بيضل عندي نقطة بس عايز اتكلم فيها في موضوع الاسلكت لغاية المرحلة هادي ان احنا ممكن اللي فوق الاسطر هادي العناوين ممكن نغير احنا اسماءها في حاجة اسمها بنسميها احنا هي اسماء الـ virtual او الاسماء الـ alias تمام وهذه الاسماء بتكون كالتالي انا عايز اقول له مثلا سلكت as name والاهات name ان helemaal انا مش هاي cracked up هيك انا عايز احط past name مع first name فاسلكت last name تمام و first name as يعني اظهر لي اياهم كالتالي ظل إياهم كالتالي ظل إياهم بالطريقة التالية ظهر لأنه هذا كلام بدي يكون من هو بدي يكون النام تمام فرم سمي إحنا اليس فروم إم بلويز وير أو ممكن مش من غير وير أنفذ مباشرة فأظهر لي إيش أظهر لي إياها نيم أظهر من نيم أظهر التانية تمام أظهر التانية نيم واضح أرجع لها نشوفها مع بعض حلق يظهر مين أظهر التانية أنه أنا حطيت أز بعد التانية لوحدها تمام ننزل معلش هنشوفها مع بعض أنا حطيتها بعد التانية لوحدها ولو عايز التينتين مع بعض أشبكهم سهلا شدتين حقول له سيلكت تمام اللاست نيم والعملية دي كان كنتين يشي بتكون بطريقة هادي بدأ سيب مسافتين مثلا بعمل كده وبعمل هيك هادي العلاقة هادي الإشارة معناها أربط اللاست نيم مع الليسترينج هذا اللي هو فاضي مسافتين فاضيين مع مين مع الفيرس نيم تمام والتنين مع بعض اظهرهم على مبدأ نيم طبعا لو أنا بدي أعمل هيك حيظهر بنفس الطريقة لو ما حطيتش أنا في الحالة هذي حيخدها قولها كابتال فما فروم امبلويز تمام وير اللاست نيم مسلا بيساوي أو خليها لايك اي اي بيرسنط تمام حيظهر لي اياهم ايش ظهر حطي لي قبل الان حطي لي اندي ايه سندر تحت مسمى مين تحت مسمى نيم وخلى فراغين من كل اسم والتاني زي ما أنا طلبت منه بالضبط هل بنسميه احنا الياس هلي كلام حل بنسميه الياس نعم دس دين كلت تحرك تمام اناه في الجملة هاري دس نكت انه قول ما يظهر ليش وتبالك انا ما حطيت الشرط لكن الزهر لي إياهم كان واحد مئة وستة وأصل الموظفين مئة وسبعة يبقى في خمس موظفين ما ذكرهمش أو خمس أسماء ما ذكرهاش هذه أسماء بتكون مكررة يعني موجودة أكتر من مرة فأنا ما أذكر عنده كلمة distinct هنا يعني أذكر لي أو عرض لي فقط الأسماء الفريدة للأسنين يعني الإسم لو كان موجود بسانا محمود لو محمود موجود بسانا ثلاث مرات عرض لي مرة واحدة بس أحمد موجود ثلاث مرات عرض لي بس مرة واحدة هذا بسميحنا distinct واضح كده أعتقد بالطريقة هذه أنا أنهيت معكم هذا الدرس في المحاضرات الجاية إن شاء الله سنأخذ دروس أخرى متقدمة في select وهي لغة SQL لذلك الحين محمود رفيق الفرة يستودعكم في أمان الله